ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف فيه منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه فيه انتسار جايلك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخص هذا متلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك الفترة هدي لاني شايف في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملتك وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاطفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينطبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما راح اتطرق الى لانه راح ياخد مني الموضوع وقت الشي اللي راح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هدي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون الشي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هدي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل كل شغلات التواصل مع الطرف هدي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات كأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كتير من الشخص هذا وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلة بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني في من كون لي واكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كتير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذا يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لاني شايفا فيه شي صار بيناتكم يعني شي صدمة اه تعرضت الله اه شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او انفصال يعني سواء انه متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضن ولكن الغريب انه شايف الشخص هذا متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق اه او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كتير كأنه انسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك واداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او التبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف ثالث فات على العلاقة لاني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متبسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هذا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كتير الشغلات هذه الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اريد لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه عم بيدور على طرق جريدة ليتواصل معاك لاني شايف فيه من كون لي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اني حاسس انه فيه منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر فيه اللي بيفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون فيه اه طرف يعني فيه من كون لي بيعمل اعمال للشخص هيدا حقيقة فيه فيه اعمال وفيه من كون لي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمله سحر اعمال برد النظر شو عمل لك الشخص هيدا سواء كان تركك وطلقك ولقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى فيه من كون لي بيعمل جذب وفيه لي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هيدا عرف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هيدا قافل علي وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هيدا ياخد قرار بش موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني شايف الشخص هيدا يعني بيفكر بشو بيفكر بيفكر في زواج لان عالي ورقة الزواج الشخص هيدا يعني كأنه بدو يرجع لك بدو يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايف فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هيدا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هيدا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة برج السرطان في منكن اللي حاسس حالي وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعضه بيحب الشخص هيدا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج لانه طالع لي الورقة هيدا كتير او تزوج ولكني شايفها بعضه متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا تاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم او بفكر بيزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هات الشي ليش حض هيك ليش كل ما بلش الشغلة هادي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني وشخص هذا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك او الظروف اللي حواليك حسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لانه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن في الوضع هيدا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هيدا لانه المساعدة حواليك وافضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح ما رح يزيدنا غير مشاكل مراض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بيقلك انه بيتنا غيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس في احدات وشغلات ايجابية جاية بطريقة وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا صحبت ابراك لحتى فسروا اكتر طالعلك ورقة الحب يا برج السرطان ورا ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني في باب في باحث رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يا برج السرطان في باب رح ينفتح لك شهو اجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الاوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بالشايفة كأنه عم تفكر في عم تفكر بالناس من الماضي الناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيته يعني كاني حاسة انه الشخص هيدا متزوج او انتو بعلاقة ولاتية لاني يعني حاسة انه الشخص هيدا كأنه غير متزوج طاقة ولاتية لاني شايفات غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفاتك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بي يعني بيناتكن احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هيدا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برش السرطان شايفك بتراقب الشخص هيده وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفوا تجاوز الوضع هيده وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي وصلوا للنقطة هيده خلينا نفزع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيده كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمالي تكونش شغلة في الموضوع هيده بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءه هيده رح تبتدي من من 22 الى 20 او زياده شوي فالشهر اللي وراه يعني نوانبر فيعني لاني عم شوف الشغلة هيده ويرده عندي كتير رح نرجع لنكمل فمتل ما قلتلك والورقة للشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيده يطعها لك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة اه ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضه من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيده معقد وانا برجح الموضوع هيده اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيده ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت فيندي ابراج حاب اقولون بس منتزه كل الابراج سراحة موجوده بس عم تشوف الطاقة الهوائيه الكثيره طاقة ترابيه ثور عزراء البرج الثالث ميزان كذلك الميزان بصراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجديد قلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة نرى الحمل الثور الأسد الميزان الجديد العضراء الجوزاء يعني في طاقات أكثر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار يعني لأني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة إنه الحبيبي يعني متمسك يعني بموقفه وبفكر فيك فكإني شايفته وأصبح بعد الشيء اللي صار أكثر حكمة واتزان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر